ترجمة نانسي قنقر وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار نهدي نجاحنا الذي حققناه في الإكسبو عبر جناحنا الوطني إلى الدعم الأول للثقافة جلالة الملك المفدى وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء الذي وقف خلف الإنجاز الذي حققناه في الإكسبو وأشارت معاليها إلى أن الجناح سيتم العمل على نقله إلى مدينة المنامة ليكون أيقونة ثقافية جديدة تضيف إلى ما لدى المدينة من مقاومات عمرانية وحضارية وثقافية معربة عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي على تقديم كافة الدعم لإنجاح مشاركة البحرين في الإكسبو ومختلف الدول ترجمة نانسي قنقر